برج التور اليوم 17 إبريل 20-23 عندك انتظار للشيء هيغير مصيرك وهو في طريقه لك يا برج التور عندك كمان شخص سابك في وقت شدتك وهو كان بيعز عليك جدا وبتسأل نفسك هو الشخص ده أنا ما عملتلوش حاجة وحشة وصعبان عليك من اللي ما صنش العشرة وخاني العشرة عندك شيء اكتشفته ريحك من حاجة كانت قلقاك في حواليك أشخاص بيديقوك مع أن انت مقصرتش معهم نفسك تسيب لهم الدنيا وتمشي ونفسك ترتاح عشان ما فيش تقدير يا برج التور عندك علاقات جديدة انت داخلها وهتشتري كمان حاجات جديدة ومشوارك كان كله تعب ونهيته راحة وابتدت تاخد قرارات مناسبة ليك يا برج التور انت بكيت وتحزبنت على أشخاص خدعوك وبعوك وبتلوم نفسك على وجودك معهم عندك حرف الره موجود في حياتك يا برج التور الحرف ده مسيطر عليك وأناني وانت ساكت يا برج التور ساكت عشان العشرة عشان فيه شيء رابطكم ببعض والله أعلم برج التور انت وقعت في مشكلة وكان حواليك الشماتين كان عيونهم عليك ولكن انت بتقوم يا برج التور وبتكمل وبتعرف ازاي ترد كل حاجة في وقتها عندك حد قريب منك بيلو دراعك على شيء وانت بتدافع على حقك يا برج التور عندك كمان اشخاص بنشتكي ليهم وبيجوا في النهاية يهددوك بالنوم مسكين عليك زلة فيه رجوع شخص لحياة برج التور من تاني بعد ما كان كان فيه خصام وكان فيه زعل وهيحصل عتاب ما بينكم الشخص ده كان نفسيتك كانت شايلة منه ولكن هو بيعتذر لك يا برج التور انت مرت بعلاقات فشلة كتير وخاب ظنك في اشخاص كتير وعندك كمان علاقة قدرية علاقة قدرية بتهد فيك يعني علاقة بتهد في حياتك وانت مش حاسس مش حاسس بروحة معهم وتحملت حاجات كتير وحياتك وقفة في سببهم عشان لما بتتكلم كلامك مش مسموعة وفيه شريك حياة برج التور شريك حياتك ملوش شخصية وهو شخص ودني ومهما تتكلم ويتشتكيله هو جايب الملام عليك انت هو شخص غير مسؤول وبيحسسك بالنقص طول الوقت وطول الوقت بيجيب العيب عليك انت ولكن قريب جدا يا برج التور هتتخلص من كل الاعباء دي لان انت عندك فكرة حلوة جدا اتخرجك من الوضع السيئ اللي انت فيه عندك فكرة مشروع هتعمله هتنجح فيه وربنا عوضك خير ان شاء الله فيه ولحد هنا تكون انتهت قراءة البرج التور اليوم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي باي